موسيقى مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ لملفاتنا الصحفية من صحيفة الرياضة التي أشارت إلى تصريح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست حيث قال أن هناك تقدما كبيرا في العلاقات السعودية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعتقد أن الرئيس ترامب عازم على العمل مع حلفائه في المنطقة لمواجهة التوسع الإيراني والإرهاب ونحن سعداء بالسياسات الحالية تجاه المنطقة في حين تناولت صحيفة عكاظ إجابة الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى واشنطن حول الأزمة القطرية حيث أشار أن سياسات قطر تشكل تهديدا لأمننا الوطني خصوصا عندما تتدخل في سياساتنا الداخلية وتدعم المتطرفين وإلى صحيفة الحياة التي تناولت تأكيد سفير هادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن بأن الحكومة السعودية تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب غير أن المشكلة في قطر تكمن في الحكومة هي التي تمول الإرهاب ولتناول أبرز ما جاء في ملفاتنا الصحفية لهذا اليوم ورحب بضيفي في الستيديو الكاتب السياسي الدكتور أحمد البدر أهلا بك دكتور أحمد أهلا وسهلا سعيدين بتوجدك الله يسعيدك أيضا من المنامة الأستاذ عبدالله الجنيد الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك أستاذ عبدالله أهلا وسهلا دي أستاذ صباحك نعم دعني مباشرة نبدأ معك دكتور أحمد عن كيف وجدت تصريحات سفير خدم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست والتي تعد هذه أول تصريحات للسفير بعد تقريبا ثلاثة أسابيع من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي طبعا هذا اللقاء أو الحوار الصحفي أو التصريح الصحة التعبير أخذ مساحة واسعة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز السفير الشاب في سفارة سعودية في واشنطن بعد تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين وتجديد عهد جديد من مملكة شابة مجتهدة وقوية جدا الأمير خالد من سبعين أو ثلاثة بدأ نشاطه الدبلوماسي بشكل جميل جدا وملفت باجتماعات متواترة ومتكررة ومتوالية مع بعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والدهليز السياسية الموجودة في داخل واشنطن وفي البيت الأبيض الأمير خالد في تصريحاته تطرق إلى كثير من المحاور السياسية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتي فيها تواصل لمواقف السعودية ومنهجها الدبلوماسية القديم الحديث يكمل مسيرة بطلة دبلوماسية الأمير سعود الفيصل في السفير الخادم الحرمين الشريفين بندر بن سلطان رجالات دولة مهمين جدا مروا على سفارة السعودية في واشنطن وفي التعاطي مع السياسات الأمريكية على رسم منهجية وتقوية الصداقة والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إذن كيف ترى التقدم الكبير في العلاقات الآن السعودية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب جاءت إدارة ترامب بإدارة جمهورية بعد إدارات متوالية من الديمقراطيين تعاطت المملكة العربية السعودية مع إدارة ترامب بكثير من الإيجابية والنشاط الدبلوماسي المميز تكلل باستضافة قمم الرياض الثلاث وبأول زيارة لرئيس أمريكي خارج أمريكا لدولة في الشرق الأوسط وهي دولة أو المملكة العربية السعودية كنبراس أو قائدة للأمة الإسلامية والعربية قمم الرياض كانت مهمة جدا لوضع كثير من النقاط المشتركة بين التوجهين السياسيين توثيق صداقة قديمة جدا وعقود مرة مهمة جدا بين المملكة العربية السعودية مع أمريكا علاقاتنا وثيقة جدا لن تتغير ولكن اتفق فيها من خلال تصريح الأمير خالد بن سلمان بأننا الآن وبعد قمة الرياض وبعد إنشاء الآن السعودية أصبحت في مواجهة أو في المصف الأول في مواجهة مكافحة الإرهاب وإنشاء مركز أتدالي له مكافحة التطرف كذلك اتفق على نقطتين مهمة جدا في قمم الرياض وهي تجفيف منابع تمويل ودعم الإرهاب زائدا تقليم أظافر السياسات الإيرانية نظام ملاهية الفقه وتصدير الثورات والسياسة التخريبية في العالم والجيران حولين إيران جميل وضحت الصورة هذا فيما يتعلق التقارب السعودي الأمريكي دعني أذهب إلى ضيفنا في المنامر سيد عبدالله الجنيد هل يمكن القول بأن هذا التقارب والتقدم الخليجي الأمريكي وخاصة السعودي الأمريكي خاصة بعد هذا التصريح الصحفي سيسهم في خدمة منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الذي تعاني منه المنطقة أصد الله صباحك وضيفك في السعودي وكذلك مشاهدي الأخبارية بالتأكيد يجب أن نفهم أن منطلقات العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية انتقلت تماما فمنذ عهد الراحة الكبير الملك عبدالله رحمة الله عليه عندما حقق العمق الاستقرار الاستراتيجي وحمى بذلك عملية وقف انفراط عقدة الاستقرار في الكثير من الدول وفي الملفات وكانت لتأثير ذلك في محيطها الإقليمي المباشر دور فاعل جدا ومن هنا كانت بداية التقاطع في عملية فهم أن المملكة العربية السعودية ليست قوى إقليمية فقط ولكن فاعلة في الملفات الاستراتيجية وليست رديفة إنما قادرة على تصنيع أدوات إرادتها السياسية في محيطها المباشر وفي محيطها العربي الأكبر وكذلك في ملفات أدى كانت الولايات المتحدة والعالم أجمع يتطلع إلى دور أكثر فاعلية في إدارة الأزمات من قبل حلفاء قادرين وهذا محققة الدبلوماسية أو السياسات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والآن من يقود كذلك هذا المشروع في جهود خاصة عبر مشاريع متعددة أي تنموية استراتيجيا وتنموية في المجال الدفاع استراتيجيا ليس من خلال البنى التحتية كذلك ولكن في العقيدة العسكرية وأدوات تلك العقيدة العسكرية لذلك نحن أمام علاقة ذات أبعاد تختلف عن كل ما سبق في العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جميل وضحت الصورة يعطيك العافية إذن مشاهدين الكرام نغلق هذا الملف وننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية من صحيفة الرياض التي كتبت عنوانا سخاء الدوحة يشمل ميليشيا الحوثي في اليمن قالت فيها أن قطر اتخذت منحنة آخر أو منحة آخر وهو منحة خطير في طريق دعمها الكامل للإرهاب في الشرق الأوسط وفي اليمن تحديدا خاصة بعد الأنباء التي تؤكد مواصلة الدعم الكبير من قبل حكومة قطر للميليشيات الحوثية التي تنتهك حرمات الشعب الامريء الشقيقة وتسعى لزعزعة الأمن في الحدود الجنوبية للمملكة ودول الخليج وهي بمثابة رسالة اعتداء مباشر على المملكة وكشف للوجه غير الأخلاقي لحكومة تميم الذي بدأ بتوسيع رقعة التعاون مع الإرهاب في كل مكان يعتقد أنه سيكون مسرحا مناسبا لزعزعة أمن المملكة على وجه الخصوص دكتور أحمد يعني يوم بعد يوم تطلع لنا حقائق تطلع لنا معلومات تؤكد الدعم الكامل الذي تقدمه قطر للإرهاب دعم لا محدود له لميليشيات الحوثي تنفيذا للتعليمات التي تتلقها السلطات في قطر مباشرة من طهران صحيح نحن نعود لماذا تريد قطر هذا السؤال الذي إلى الآن من بعد المقاطعة لم نجد له الإجابة قطر لا جغرافيا ولا جيوسياسيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا تستطيع أن تقارع أي بلد متوسط عن مستوى العالم فما بالك أنت تتكلم عن تجمع خليجي من أهم اقتصاديات العالم منطقة جغرافية مهمة جدا تمثل ممرات دولية اقتصاد وثروات تتحكم في اقتصاد العالم من خلال دول الخليج للأسف قطر وكأن الملفات التي تظهر تظهر لنا دولة لا أستطيع لا أعلم إن كنا نستطيع أن نسميها دولة أو تنظيم هي مجموعة شخص أو طغمة سياسية عصابة ممكن تسميها كل هذه الأسماء وتنطبق عليها إلا كلمة دولة لم تنتهج سياسة ولا تتعمل بسياسة ولا تعمل بسياسة ولا تحترم جار ولا شيمة ولا مقدار لا لجار ولا لشعب القطري للأسف الآن يدفع الثمن بشكل مخيف جدا اللي هو الشعب القطري طغمة سياسية نامت على القرار السياسي وهي للأسف صودر حتى قرارها قطر محتلة من مجموعة خارجة عن القانون الدولي مجموعة خارجية خوارج هذا الزمن حزب الأخوان التنظيم السري كل المسميات لما تجدها تجدها غير طبيعية أبدا في أنك أنت كدولة تقيم علاقة مع جماعة بهذا الشيء وتسمح لها بإقامة نشاطها أو التعاطي أو مصادرة القرار تأثيرهم كبير جدا على صاحب القرار القطري القطر ثبت في 2009 في تدخلها لما كاد الجيش السعودي مع الجيش اليمني في تلك الفترة في محاصرة جبال صعدة للجماعة الحوثية كاد أن ينهي شيء اسمه الجماعة الإنقلابية الحوثية الطغمة التي الآن هي سبب أزمة اليمن مع جيرانها لكن تدخل القطريين في ذيك اللحظة أو السياسة القطرية للصلح إنجاز التعبير والسعودية كانت أكبر بكثير أخذت حسن النواية أبقت الأمور على ما هي العليت تركت الأمور أمنت حدودها ولكن للأسف قطر أخذتها من تلك الفترة في تمويل الجماعات الإرابية كل ما يملكون الآن من أسلحة وكل من الجندات اللوجستية مهمة جدا ومخابراتية معلوماتية كلها تأتيهم من قطر قطر للأسف لما حضرنا حن الأجواء اليمنية عن الطيران الإيراني عن البواخر الإيرانية عن السفن الإيرانية عن أي التواصل الإيراني مع الأرض اليمنية كانت الطائرات القطرية وكان الجيش القطري وكان كل الممثل القطري في التحالف العربي كان هو من دوب إيران في اليمن كان يمرر السلاح ويمرر المعلومة ويمرر كل شيء يسير والله عم المشين جدا جدا داني اذهبي لضيفنا في المنامة يعني برأيك هذا التقارب الحوثي القطري هل هو بمثابة دلالة رسمية على عدم توقف قطر عن زعزعة الأمن الوطني في العالم العربي بالتأكيد يجب أن نفهم أولا ما هي العقيدة السياسية لدى قطر وكيف ترى دورها ضمن استراتيجية يعني أولا تحضير المشهد السياسي العربي لـ 2011 وانطلاقات الربيع العربي ورأينا دورها الأكبر في ذلك مثلا في تدخل في الأزمة السودانية وما قاد لاحقا إلى انفصال السودان شمالا وجنوا والمال القطري هو ركزتها الأول وأداتها الكبرى ثانيا تأتي إلى يعني دورها فيما بعد 2011 من خلال مالها السياسي حضورها الإعلامي وتوظيف تلك الأدوات في أمرين إما استدامة حالة عدم الاستقرار ووجدنا ذلك في اليمن حتى اضطرت المملكة العربية السعودية لإطلاق عصفة الحزم تنفيذا أولا للإرادة الوطنية اليمنية ومن ثم تطبيقا لقرار مجلس الأمن 22-16 كذلك في مسارح سياسية غير مستقرة وهو استدامة الصراع أي باستنزاف أي شكل من أشكال الجهد السياسي الذي قد يقود إلى حلحلة تلك الملفات والخروج منها عبر صيق سياسية ووجدنا ذلك جليا في سوريا وفي ليبيا تحديدا أو عبر دعم تنظيمات إرهابية في مسارح عمليات أخرى تمتد من تونس إلى مصر أما في عملية توظيف الحوثي كأداة أقليمية فذلك أنا واضحا وقد تطرق أحد الأخوة الصحفيين في عمل استقصائي سابقا وهو الأخ ضرار بالهول الفلاسي من الإمارات حيث كتب مقالا وأدلى بتصريحات دقيقة تقول أن ليس فقط الإبقاء على معادلة الفشل السياسي ومكوناته في اليمن وإنما الاستدامة أولا عدم الاستقرار عدم الخروج من الأزمة السياسية في اليمن عبر توظيف مؤسساتها الخيرية في تمويل تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وغير القاعدة وخصوصا في أبيان وشبوى والبيضاء ولذلك كان من الصعب اختراق تلك المناطق عسكريا نتيجة تغلق الولاء القبلي عبر شراء الذمم سياسيا قطر هذه هي أدواتها ويجب عندما نحدد ما هي تعقيداتها السياسية أن يتم التعاطي معها وأنا قد أختلف مع الدكتور أحمد قطر تعي تماما دورها الأقليمي ودورها العربي ودورها دوليا وإذا أردنا أن نعي كم الخطورة التي تمثلها أدوات قطر السياسية علينا العودة إلى ما مثله ولادة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وماذا أفرخت عنه في أوروبا وتحديدا في بريطانيا من مؤسسات تتبع لقيادة تنظيم الأخوان المسلمي الدولي كذلك في فرنسا ألمانيا بلجيكا وحتى في إيطاليا وإسبانيا وعلينا أن نعرف حجم التداخل بين قطبي هذه المعادلة أي ليس فقط المال القطري السياسي ولكن أموال مؤسسة أخوان المسلمين في أوروبا وتلك المؤسسة لديها ليس مجرد مئات الملايين وإنما تحتكم على مقدرات كبرى تتجاوز مؤسسة المدينة التي أفردت صفحة كاملة عن الملف القطري تحت عنوان قطر أمام مفترق طرق إما الانسلاخ عن عروبتها أو العودة لجادة الصواب أشرت فيه إلى محاولات قطر الهروب إلى الأمام من خلال ابتداع أساليب جديدة في الخداع والتزييف كمحاولات تدويل الأزمة ومحاولة تسييس الحج ومؤخرا تسييس الرياضة لخدمة أغراض سياسية كل تلك المحاولات باءت بالفشل عندما استضمت بحقيقة ضلوع الدوحة بذراع طويلة في دعم التنظيمات الإرهابية بكافة أنواعها وتلك الأساليب تسعى لصرف نظر الرأي العام العربي والدولي عن جوهر القضية الأساسي الذي يتمحور حول الدور القطري في دعم ورعاية وتمويل التنظيمات الإرهابية في المنطقة بشكل موجز دكتور أحمد لماذا قطر دائما تحاول أن تشتت ذهن الرأي العربي أن تأخذ القضايا من بعدها الخليجي إلى بعد دولي هل هناك محاولة لكسب التعاطف الدولي مع هذه الدولة الدائمة للإرهاب؟ قطر انكشفت وتعرت أمام المجتمع الدولي جميعاً لما انكشفت داخلياً في داخل مجلس التعاون قفزت في الهواء ولعله كان انتحار سياسي تماماً في أنه عدم القبول باحتواء الأزمة داخل البيت الخليجي أرادت أن تتجاوز تلك الأزمة التي أحاطت بها بتحويلها إلى قضية وكأنها تقع المظلومية بالكلية على قطر وأن ما أريد بها كان مخططات ليل وكانت قطر بريئة كل البراءة من جميع ما اتهمت به أو من جميع ما أشير لها من ملفات تورط في دعم الإرهاب أرادت تدويل هذا الملف للابتعاد عن اتفاقيات التزمت فيها في 2013 تفاقيات خليجية؟ نعم 2014 وكانت الملزمة لها بالكلية بتوقيع من الشيخ تميم أمير دولة قطر على اتفاقيات ملزمة لتحقيقها وتنفيذها للموافقة الدول المقاطعة في تلك الفترة لإرجاع السفراء وعودة العلاقات الخليجية بطبيعية مع دولة قطر ولكن لم يتغير شيء من المشهد السياسي وقطر راهنت على عهدة الرئيس أوباما والفوضى الخلاقة وامتدادات الربيع والخريف العربي وراهنت كثيرا على الدور الذي أعطي لها استسند لها في تلك الفترة لدعم جماعات الأخوان المسلمين وجماعات ولاية الفقية في الانتشار والانتثار داخل البيوت العربية أو بلدان العربية للإخلال بالأمن القومي الداخلي وعدم استقرارها للقفز والاستياد في الماء العكر فيها جميل وضحة الصورة دكتور أذهب إلى ضيفنا في المنامة كيف قرأت ردة الفعل العربية والإسلامية تجاه تلك المحاولات القطرية الفاشلة لتسيس فريضة الحج أولا أي شكل من أشكال أو محاولة العبث بهذه الشعيرة يعتبر بجد انتحارا أخلاقيا قبل أن يكون سياسيا وأنا أتفق مع الدكتور أحمد في ذلك يجب أن نفهم سيكولوجية النظام أو السيكولوجية الخاصة بكيف الأمير السابق سمه شيخ حمد بن خليفة يعني لا زال يعاني من ربما عقدة اضطهاد سياسي لنتيجة رفض الانقلاب الذي قاده على والده المرحوم المغفور له شيخ خليفة بن حمد هنا يجب أن نحاول تفصيص هذه الهوية أو سيكولوجية لهذا القائد السياسي لهذه الدولة يعني لقد أقحب قطر في الكثير من الملفات والسياسات العبثية التي أضرت بقطر ولا زالت تضر من ضمنها يعني قطر تقاد إلى ملفات تحقيق في كل جوانب التي تمس منظومتها الأخلاقية السياسية فعندما ارتأت أن تتغدم بتلك الشكوى العبثية في عملية التمييز ضد الحجاج القطريين لدى الأمم المتحدة كان مشهدا كوميديا سميجا بجد يعكس ضحالة قدرة هذه الدولة عن تخليق مبادئ قابلة لأن يفهمها العالم وأعتقد أن ردة الفعل تحديدا من معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل جبير كان واضحا بحيث ادعى أن ذلك التصرف يمثل خطوة إعلان حرب على المملكة العربية السعودية فكيف يمكن لأي دولة في العالم أن تضاهي المملكة العربية السعودية ومن يقود هذه البلاد يحمل فقط تسمية واحدة وهو خادم الحرمين الشريفين عندما تبلغ أي دولة أخرى هذه المنظومة القيمية في تسخير اسم ملك وكل الملوك يحملون جلالة وهذا الملك القائد يحمل لقب واحد وهو خادم الحرمين الشريفين جميل يعطيك العافية وضحة الصورة الكاتب المحلل السياسي الأستاذ عبدالله الجنيد من المنامة شكرا جزيلا لك أيضا شكرا لضيفنا الكاتب السياسي الدكتور أحمد البدر شكرا لك دكتور أحمد بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى نقطة النهاية في طبعة المشاهد غدا في نفس الموعد لنا لقاء في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة